مساء الخير عليكم كلكم تعالوا نهاردة اعرفكم ازاي نخزن الجوافة في الفريزر من غير ما تسود ولا تغير لون وتفضل معك حلوة من سنة لسنة كده في الفريزر تطلعيها تعمليها عصير وتبقى حلوة معك اكناها فرش لسه جاهزة يلا نشوف مع بعض عملنا الجوافة الحلوة جيزاي اول حاجة طبعا احنا غسلين الجوافة بتاعتنا كويس جدا وبعد كده بنقطعها نصين زي ما انتوا شايفين كده وبنشيل من جواها القلبية بتاعتها البزر كله تماما بنحطه في طبق كده مش هنرميه يعني هتعرفوا دلوقتي عملنا في ايه وبعد كده الجوافة احنا قطعناها زي ما انتوا شايفين كده شرايح كده وبنعصر عليها كده لمونتين الليمون ده يعتبر مادة حافظة للجوافة بتاعتنا علشان ما تغيرش لون وتفضل محافظة كده على اللون الحلوي بتاعها دوت في الفريزر وما تغيرش لون معاك وبس كده وهنقلبهم كده كويس جدا وبعد كده هتحطيها في كياس ويتشليها بقى في الفريزر هي كده مش ناقصها اي حاجة خالص تعالوا بقى نشوف البزر اللي احنا طلعناه اللي هو قلبية الجوافة دوت ده هنحط عليه كده شوية لبن وسكر وندربهم في الخلاط يا سلام بقى ما قولكوش طعمه بيبقى حلوة قوي وطبعا هنصفيه علشان البزر مش هنشربه وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا رب يكون عجبكو لا تنسوش تعملوا لايك وشيش ممنونونا اشتركوا في القناة oj